وفي إطار ما نتحدث عنه من تجهيز القوات المسلحة لمرحلة ما قبل الحرب حتى تحقيق النصر هناك عنوان بارز جداً والجميع في الشعب المصري يتحدث عنه وعلى دراية كاملة به وفخور به وهي خطة الخداع الاستراتيجي عايزين نتكلم عن الخطة وإبعادها وإستراتيجياتها وخطواتها كمان ولن خطة الخداع الاستراتيجي حتى هذه اللحظة تدرس في كافة المعاهد الأمنية والمخابراتية في العالم أجمع لا يمكن لدولة بحجم مصر في هذه الإمكانيات التي تكاد تكون إمكانيات معدومة أن تستطيع أن تخدع أجهزة المخابرات الأمريكية تخدع أجهزة المخابرات الإسرائيلية سواء كان شنبيت شباك مساد أمان كل من هو تعامل مع الشأن المصري استطاعت أن تخدع كل من كان يخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق أن مصر لن تستطيع القيام بعمل عسكري يعيدها إلى ساحة التفاوض مرة أخرى أولاً أتكلم عن فكرة ضعف القدرة التسليحية للجيش المصري كانت بداية خطة الخداع الاستراتيجي أولاً كان معروف للإسرائيل أن هناك مانع مائي اللي هو قناة السويس عشان أعرف عدي كقوات لازم أستخدم أوارب فإسرائيل متوقع بنسبة 100% أن أنا هستورد أوارب فالناس ما تعرفوش أن إحنا استوردنا ثلاث أضعاف حجم القوارب المستخدمة في العبور وكان الربع منها يسرب إلى المخازن والتلاث تربع يترك في الشمس في الميناء حتى تأكله الشمس حتى عيون لإقناع العدو بعيونه اللي كانت متواجدة أن هولانية لمصر للحرب باعتبار أنها استورد القوارب وسيبها لحد ما الشمس تأكلها بأول حاجة الشيء الثاني الخطير فكرة هدم السطر الترابي يعني السادة اللي هو باقي زكي يوسف يتكلم عن الموضوع ده وهو موجود فكرة أن الخبراء الروس قالوا أن إحنا علشان نقتحم خط برليف لازم ضربة زرية تاكتيكية أو استخدام قنبلة نواية تاكتيكية تفتح صغر أو هستخدم كم هائل من السواريخ أو المخزفات السلوخية بحيث أزيل السطر الترابي في حين أن الفكرة جاءت من الطريق المقدم باقي زكي يوسف لما شاف أن مدفع الميا أثناء بناء السد العالي بيهد تراب فنقل الفكرة فأقل من 24 ساعة كانت موجودة أمام القادة السياسية وابتدى العمل عليها فكرة استيراد مدخات المياه بساتر المخابرات العامة عملته بشكل مزهل مزهل من التفكير أن احنا هنجيب المدخات دي تحسباً إسرائيل هتضرب فيندلع حريق في القاهرة فهنطفيه إزاي فبقى مقنع استيراد مدخات المياه الأمر الثاني فكرة أن أي دولة بتخش حرب فبيتقفل على الاستيراد والتصدير والخطوط بتبقى مقفولة طب مصر عندنا مشكلة في الأمح الأمح ساعتها في نفس التويل كنا بنستورد أمح فأنا هستورد أمح إزاي قد المعركة فاستطاعت المخابرات العامة أنها تسرب معلومة للإعلام وتسرب معلومة عبر العيون والمصادر الموجودة أن المخزون الاستراتيجي للأمح المصري تعرض لكارسة والماء دخلت عليه فبقى منطقي أن أنت تستعود فكرة مخزون استراتيجي فترة الحرب نفس الشيء لما أجي الحرب في كتوبر ولسه أتكلم على اختار اليوم ودقة اليوم الحرب في كتوبر طيب معلومة كده هبقى فيه إصابات وفيه مصابين هيتنيلوا أني مستشفى ولو أنا أخليت المستشفى فجأة ده إنزار للعادو عبر العيون وبتاعته أن أنا بخطط الحاجة فابتدت الموضوع بستيلس انتري يعني دخول فيه تسلل إن زابط بيطلع من القوات المسلحة بيروح لمستشفى الدمرداش وبعدين بيكتشف أنه فيه مكروب لوس المستشفى والمكروب ده معدي فأصبح المستشفى لازم تخلى عشان يحصل عملية تعقيم ونشوف بعض المستشفىات التانية قد يكون المكروب طالها فبقى منطقي إنه ناخلي مستشفى فكل دي إجراءات بتتم على خطة سبتة الأخطر من ذلك بقى ممكن ما حدش تكلم فيه هو خطة خداع الاستراتيجي فيه التصوير الجوي للأمر الصناعي الأمريكي اللي بتروح لإسرائيل عشان يحلل البيانات استطعت المخابرات إنها تجند الجندي المسؤول عن رفع الصور للمخابرات الإسرائيلية والكام ده موجود منشور بمكتوب في المذكرات يعني بس إحنا أيوة لأنها كانت معضلة أكيد كبيرة إنه إحنا مهما نعمل من مراحل خداع فيه تصوير فيه تصوير جوي فبراعة العملاء المخابراتية إنها جندت هذا الشخص باستغلال إن فكرة اليهود عندهم سفرديم والإشكناز فيه بينهم من بعض فهو كان حاسن هو دونية سفرديم هو فإحنا استطاعنا إن إحنا نقنعه إنه هو بيقوم بعمل وطني جدا والرجل تعاون معنا فابتدى يعمل إيه؟ ابتدى قبل بعد ما ينتهي التصوير الجوي يبعط لمصر الصورة الجوية اللي هتتنقل للولايات المتعلقة الأمريكية وإسرائيل عشان يبتدي حلل البناء العسكرية في هذا التوقيت بيتم نقل القوات وترك الأمر كما هو بحيث الصورة الجوية البناء إنه ما فيش أي تحركة وإيه كانت أخطر عملية مخابراتية أعتقد أن حد دي كانت ممكن قاضي يعني لو ما تمتش بما يجب لأنه يعني مش منطقي إن دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل في هذا التوقيت في هذا التوقيت اللي تكاد تكون قواتنا بالمقارنة كأسلحة هجومية ودفعية مش موجودة فكون أنا أستطيع أن أخذ أخذ على الصورة الجوية بحيث أن يفضل إسرائيل فهم أن أنا زي ما أنا في مكاني ده كانت سبق غير مسبوك بعد كده خطة استدعاء القوات وتجيشها على الحدود أو تجيشها على الخط النيران ثم عودت معنا معروف طبعا إسرائيل الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش فمجرد أن نرفع درجة استعداد فهو بيشيب كل حاجة وبيستعد للحرب أكتر من مرة لدرجة أن هو أنهاجته أنهاجه واستنزاف قدرات مالية كبيرة جدا لدرجة أن طبعا اللي كان بيقوم بقيادة خطة الخداع استراتيجي ريسات نفسه انت متخيل الدولة بحجم مصر من يقود خطة الخداع هو رئيس الدولة نفسه اللي أظهر نفسه غير مهتم بالحرب دائما كان وصلت الكاميرات عليه على أنه رجل نرجسي وبيحب أنه يتبقى ستكاميرات من ضمن الخطة من ضمن الخطة وصورة وانا بحلق دقني كل الكلام ده جلد مقرأ نفسه شخصية السادات نفسها خدعتنا مش ممكن يكون ده راجل بيفكر في حرب وبيعمل كده فكرة أنه هو يجعل من نفسه عرضة للسخرية قدام الناس بحيث أنه خلاص الجابة الداخلية نفسها اقتنعت أن مصر مش ممكن تحارب كانت بتغزي الفكرة دي لدرجة أن إسرائيل اقتنعت وخدها الغرور أنه احنا لا يمكن تحمل في سبيل تنفيذ الخطة دي في الجابة الداخلية تحمل الكثير بالتأكيد يعني برضو من ضمن الخطط اللي أم برساد بنفسه أنه هو عارف يعني أحد السادة الزعماء في هذا التوقيت وأنه علاقته قوية جدا بإسرائيل وأنه بينقلها كل حاجة فابتدى ما نقلوش مباشرة نقل أنه هو عنده مرض والمرض ده هيتطر أنه هو يتعالج في دولة أوروبية فكلمه أحد الدبلوماسيين عشان يحجز مكان للرئيس الجمهورية قبل الحرب بستة شهور عشان هو عنده مرض خطير والرأي العام وهو كان متأكد أن المعلومة ده هتوصل في ربع ساعة وده من ضمن الخطط لاستخدام الرئيس السادة بنفسه كل هذه الأمور الخطط الدقيقة المخابراتية كشفت ستر وغطاء المسادة الإسرائيلي أنه لا يمكن مجارات العقل المصري في التخطيط أو مجاراته في فكرة أنك أنت تستطيع أن تقهروا مخابراتيا ويمكن السيد الرئيس الجمهورية يعني اللي بحب دايما هذا المقطع أو بحب عيده دايما اللي عملها مرة ممكن يعملها مئة مرة ترجمة نانسي قنقر